السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير يا رب النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض القرص النشفة او المبسوسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبإذن الله مقادرها موجودة في كل بيت ومش مكلفة خالص وكمان دايبة وزي العسل وبإذن الله هتعجبكم جدا جدا طريقتها سهلة جدا وكمان عملنا القرص الطريقة قبل كده على القناة تابعوا الفيديو ان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف يلا حط لهيك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش وكمان مستنيها تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولاكم بالمثل ويلا بينا نسمي بالله ونصلى على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة القرص الجميلة اللي بإذن الله هتعجبكم جدا جدا في البداية هنسمي باسم الله وهنجيب الطبق بتاعنا وعندي بقى كيلو من الدقيق أي كمية زي ما تحبي دقيق متعدد لاستخدمات وبدأت بقى أول حاجة أفتح الدقيق بتاعي وأبدأ الأول أنخله أي دقيق سواء سايب أو مغلف لازم أنخله عشان لو فيه أي شوائب ولا أي حاجة أقدر أشيلها هبدأ بقى أنخله بالشكل ده زي ما انت شايفين عايز أقولك أسفى على المنظر اللي في قدية علشان إيدي بس ملسوعة هنا بقى بعد ما نخلت الدقيق بتاعي حطيت معلقة كبيرة من الخميرة آآ وكمان هحط معلقتين من السكر زي ما انت شايفين كده بعد كده حطيت نص معلقة من الملح وكمان زي ما انت شايفين كده عندي معلقة من البيكن بودر وهحط كيس من الفانيليا زي ما انت شايفين بعد كده حطيت كيس من اللبن البودرة لو عندك سايب تقدر تحط معلقتين ولا تلاتة بدي هشاشة في القرص وبيدي طعم حلو قوي في المعجنات بعد كده قلبت كل المكونات دي مع بعض وعندي معلقة من بعد كده بقى عندي كوباية ونص من السمنة على زيت وعندي نص كوباية زيت حطيت فيها السمسم وحمصته بالشكل ده السمنة اي نوع سمنة تقدر تحطيه عندك سمنة بلدي برحتك خالص بتحط نص الكمية زيت على سمنة علشان ده الزيت بيخلي القرص بتاعتك نشفة ومقرمشة بعد كده هبدأ بقى فد دقيق بتاعي اغلب الدقيق بالسمنة زي ما experiencing كده بنفس الطريقة بعد كده حطيت بقى اللبن او الحليب اي كمية بقى لحسب نوع الدقيق بتاعك في دقيق بيشرب سويل ودقيق ما بشربش سويل كتير زي ما انت شايفين كده ابدأ بقى اعجن القرص بتاعتنا بالشكل ده حطيت كمان شوية من اللبن او الحليب زي ما انت شايفين وهبدأ اعجن كويس كده واخلط كل المكونات دي مع بعض بالشكل ده كده العجنة بتاعتي بقت كويسة وتعجنت كويس هنحط بقى في مكان ده في كده ونغطيها بالشكل ده لحد ما تخمر علشان احنا في الشتة هتعود حوالي ساعة كده ولو في الصيف هتعود معاك حوالي نص ساعة هنا بقى بعد العجنة بتاعتي ما خمرت اهي زي ما انت شايفين هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنقرص فيها القرص زي ما انت شايفين كده نعملها على شكل كورة هنا انا جبت الصينية بتاعتي زي ما انت شايفين بقى هبدأ اكور العجن بتاعي زي ما انت شايفين في الاول حطيت كياس من كياس من التلاجة وفتحته وحطته على الصينية زي ما انت شايفين كده وهنحط بقى القرص بتاعتنا القرصة بتاعتنا على حسب ما انت عايزة عايزة تكبريها او تصغريها براحتك خالص انا عملتها وسط كده شوية لكبيرة او ولا صغيرة هبدأ بعد بقى ما كورت القرص بتاعتنا بالشكل ده نبدأ بقى نجيب كيس تلاجة ونفتحه برضو ونغطيه كده علشان القرص بتاعتنا ما تنشفش او تشقق معاك هنجيب بقى الصينية اللي احنا هناشتغل فيها وهندخل فيها القرص الفرن هبدأ بقى افرد القرص بتاعتنا بالشكل ده انا هرققها علشان انا عاجزها نشفة كل ما ترقق ايها اه كل ما تكون معاك نشفة بالشكل ده وهتجيب الشوكة وهو خرمها بالشكل ده زي ما انت شايفين بعد كده هجيب برضو بنفس الطريقة كده وابدأ افرد القرصة بتاعتنا بالشكل ده وبالشوكة هبدأ اخرمها بالشكل دوت هكمل بقية الكمية بنفس الطريقة كده هنا هو انا عملت الصينية بتاعتي اهيه هكمل بقية القرص وهرجع لكم تاني بازن الله وهنا بقى بعد ما فردت القرص بتاعت كلها زي ما انت شايفين اهيه نبدأ بقى نجيب الصينية نوزعها في الصينية كده اللي احنا هندخلها الفرن الفرن بتاعي لازم في الوقت ده بيكون سخنة قوي بدخل القرص بتاعتك على درجة حرارة مية وتمانين باولع من تحت واول ما القرص بتاعتك تاخد لون من تحت كده هولع الشوايا من فوق علشان تاخد لون الدهب الجميل بتاخد حوالي نص ساعة كده وبإذن الله هتطلع معاكم بالفهنة عليكم حبيبي بتطلع بالجمال ده زي ما انت شايفين اهو الدهبي وجميلة ومقرمشة بإذن الله هتعجبكم ونعمة ودايبة وزي العسل شايفين قد ايه شكلها حلو ورحتها في منتهى الراع والجمال عملت كمية كبيرة من كيلو دقيق حبت ضعف الكمية براحتك خالص زي ما انت حبت بصوا الجمال شايفين شكلها عامل ازاي ومقرمشة زي ما انت شايفين ماخرش وقت معايا خالص يلا قم ده في بيتك كده وعمل لي شوية قرص حلوين كده للولاد بإذن الله هتعجبكم تنفع للمدارس تقدر تعملها جنب كبات شاي بحليب او كبات شاي آآ وتك له بالفة هانا عليكم حبايب قلبي وده كان الفيديو بتاعي النهاردة بتمنى يكون عجبكم وكمان بتمنى يكون خفيفة على قلبكم يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش كمان مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا متحرمش منكم ابدا ابدا ولا من كلامكم الجميل ولكم بالمثل واستنون الفيديوهات الجاي بإذن الله اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة